على الرغم من انخفاض حدة أزمة النازحين وعودة معظمهم إلى مناطقهم فإن البيئات من هذه العوائل ما تزال في المخيمات بسبب معويقات خاصة تحول دون عودتهم فمن الفلوجة وحدها ما تزال هناك أكثر من 300 عائلة نازحة لأسباب مختلفة هناك عوائل لديها مشاكل أمنية وعوائل لديها مشاكل عشائرية وعوائل ليست لديها مشاكل لا عشائرية ولا أمنية لكنه مشاكل اجتماعية بخصوص أنه ليست لها دور سكنية اليوم كانت هذه الزيارة مشتركة مع فواج الطوارئ وأيضاً الواء الأربعين لقاة العملية للأنبار للقاء هذه العوائل لدينا 85 عائلة هذه العوائل ليست لديها أي مشاكل أمنية أو عشائرية لغرض تهيئتها وعادتها إلى المدينة ليست الفلوجة هي الوحيدة التي تعمل على إعادة نازحيها فغرباً حيث مدينة القائم والمناطق المحيطة بها عاد أكثر من 20 عائلة إلى ديارهم طوعاً بعد أن تحسنت الأوضاع في مناطقهم ذول من منطقة القائم الغربية عدد العوائل 22 عائلة الأفراد ما يقارب 97-96 اليوم مساعدة الهجرة والإدارة المكلفية إدارة المخيمات ووزارة النقل والمواصلات جهود الطيبين 22 عائلة طوعي مو إجباري يعني ومرادة والرجعة كمية الخدمات مناطقهم والله يسهلهم إن شاء الله اليوم ويعودوا لمنطقتهم سنوات مرت على تحرير المناطق الغربية من داعش وما زالت أثار الخراب والدمار والتهجير تنتظر الجهد ذاته الذي حرر المناطق ليقوم بإعمارها وإعادة أهلها إليها أو على الأقل حل المشاكل التي تحول دون عودتهم